ازاي نتعامل اتعامل اتعامل ازاي معايا مثلا ومعايا زوج متشائم ومعايا شخصية متشائمة حد نيكا دي المتشائم دايما يا جماعة حزين ومتنكد عشان بس انوا بقى فاهمين القصة دي اول خطوة انا اعالجوا بيها واول خطوة في العلاج اضحك في اشه اضحك في اشه وابتسف لما يجي يقولك الكلمة السلبية ابتسف ووري له ان في حد بيدحك في الكون مش انت الواحدك اللي مكشر وعمل لنا العساكر اللي وقفين دول لا فيه دحكة فيه دحكة في قلب البلد وفي قلب الدنيا وفي قلب الحياة ولو بيتكلم بصورة سلبية نيكادية متشائمة تعرفين ايه هينشر الجو ده والله وهيبقى حتى البسمة كسر الحاجزة ابتسم في وشه اكسر شكل الروتين هيسألك انت بتبتسم ليه وإيه الفكرة والكلام ده اعكسه اعكسه على طول قل له انا هوري لك الايجابيات اللي انت ما انتش شايفها في الموضوع واعدد له ده لو هو شريك حياتك يعني حرام ما تبخلوش عليه من انتو توريله ووريله الجمال في الغم والنكد اللي هو شايفه تمام بس احذر بقى من ايه او احذري لو انت عندك الشخصية دي زوجة او انت لو عندك الشخصية دي زوج احذره ان يكون متشائم وإيه هو عصبي كرسة المتشائم العصبي ده بص الكرسي في الكولوب على طول خبط الدنيا ليه عشان انت لو ابتسمت هو منكد عليك بص هينكد اكتر بقى واتعصب عليك فخلي فيه مسافة عشان لو حاجات اتحدفت ولا بتاع هل فيه مسافة بينك وبينه ولو اتعصب هدي التون هدي النغمة ونبرد صوتك اللي انت بتتكلمي بيا ونبرد هدي هدي شوية عشان ما يتنرفس اكتر المشكلة ان المتشائم اصلا ممكن يوسع دائرة النكد بتاعته يتشائف من موقف صغير جد يوسع بقى للدائرة والدائرة والبلد والحكومة والعالم والدنيا والكون كله بيكبر الامر او يعمل حاجة تانية المتشائم النقاد ممكن يعمل يحدد شخص شخص بعين وده سبب نكده في الدنيا وده سبب حزنه لو راجل بس زوجته زوجته دينك دي الحزينة العمالة منكده علي حياته ويا مش كده اصلا ده هي ممكن تكون فكرة في دماغه يعني يقعد يقولك بقى كل شيء زوجته اللي عملا وينتقدها في كل شيء يبقى اول حاجة ابتسم ويكسر شلال الروتيني النكد اللي هو فيه ده وعدد له الحاجات الايجابية اللي هو مشايفة تاني شيء التعامل مع المتشائم او النقاد ان انا مش بس بوري له اجبيات لا ده انا بوري له النعم وده بقى نقطة معظمنا غافل عنها النعم اللي هو مش شايفة عدد له هو عايش في قد ايه في خير من خيرات الله قد ايه كان في نعم الفترة دي احنا شفنا نعم كتير جدا نعم كتير ما كناش حاسين بقى بالفعل وروح بقى عمال بقى مش هالله يتشطر بقى بقى مش هالله احنا بنعدد كل يوم نعم وكذا لكن في نعمة ما كناش شايفة مش هك روح نتسوق ومسكين الحاجة مش كل عامدنا هيبار وكل عاجة نمزكها مش عارفة نروح بترش بعدية في نعم كتير على فكرة الواحد ما كانش شايفة لان نعمة ان انت تمشي وتحط الحزاء اكبر لا انت لازم تعمل الحزاء ده بقولك بيقى على الارض فاتش عارفة تطهر الحزاء والدنيا عايشة كده شفت مرة فيديو يعني يعني ضحك يعني على ام دخلة ايالها دخلين يا وزوجها مسكاهم مسكاهم وعملت رش رش عليهم ومغرافة في الاخر ام جاء كبت المية مية الغسيل عليه وعشان ينضفه فطبعا يعني الواحد كان فيه في نعم هو بيغفل عنه وريه له النعم اللي مش شايفة عشان يشكر عليها وازاي يشكر وحق الشكر العمل يشكر ازاي اعماله ألا داودة شكرا ودي نقطة احنا بنوصل كل بيها لان معظم ما واقع فيها ولا عزب اللي انا صلى الله عفو ولا عفية كمان حاول نوري له ازاي يتعامل مع نظرة سلبية يعني انت شايف الدنيا سلبية كده ازاي تكتسب مهارة ادارة الازمة اللي انت خلقة مع نفسك خلق ازمة شايف زوجته لا تطاق ولا تعاشر شايف الوضع ما عرفش في الكون الفناني لا يطاق ولا يعاشر شايف الموقف ازاي يدير الموقف ازمة شايفه ازمة ازاي هو لازم كده ازاي يعرف في سيطر على كل حاجة بيشوفها سلبية ازاي خليه حط حلول بدل ما انت كازا عايز ازاي رأي مين ازاي ازاي رأيس الهدد كلما يعمل حاجة هدو هدو طفيني البناء طب قول لنا انت شايف ازمة حاول تدير الازمة وتسيطر عليها ورقم اتنين حط لنا حلول يعمل حاجة ارم الكرة في ملعبه تعال حط حلول للازمة اللي انت شايفها دي لا تقعدش تنكد علينا وتقعدش تخلي الدنيا سلبية والناس اللي عملت بص ايه صح ما انتو بتعرفوش وما بتعملوش والكرة في ملعبك وقولي انت نعمل احنا والله تحت امر ولا انا حاجات تحفة لا تناقض لا شرع رسولنا خلص احنا نعملها التعامل مع الشخصية ديت والناس ديت بيبقى مؤذي فعلا لو معرفناش نفهمهم ونوضح لهم هنتعب هنتعب معهم النكا دي مؤذي والمتشائم مؤذي على فكرة التعامل معهم صعب التعامل معهم بانكم لما جا يتعامل ما تسمحوش ان هم يعيشوكوا في النكا او يجروكوا للتشائم معاهم او للنظرات السلبية المتشائمة وتبقوا انتو هو مهموم وحكا لك وتقولي انا اعدا من الاعدا دي متضايقة جدا ومنهارة جدا وعصابي بايزة ايه اللي حصل ما تعدوش معهم او تسمحو لده على فكرة وقفوا الحديث غيروا دفة الموضوع خلوا عندكم كده لبقى وحسن تصرف كده يبقى عندكم مهارات لغوية ومهارة التواصل غيروا دفة الموضوع ما تسمحوش ابدا بالاستمرار في الحديث المتشائم ده ابدا ابدا ودايما دايما نذكرهم ان تفقلوا بالخير تجدوه والله ما تكسروش من الجلوس معهم لو هما في الحالة دي طب لو كان بقى قرابة درجة اولى اب وام واخ وزوج هنعمل ايه بصوا لو اب وام مش هنعرف نغير ماشي ناس ستين سنة خمسين مش هنعرف نغير لكن ندير الموقف زم ما بقولك نبتسم لهم نهون عليهم نحاول نوريهم الخير نطمنهم نديهم حلول بسيطة نساعدهم في المشكلة اللي هما شايفينها مشكلة وشايفين كذا لو زوج او زوجة بقى بصوا قبل ما اتكلم عليهم في اخر الحالة عايز اديكم حاجة لو زوج او زوجة اعمليه تلات حاجات اعكسي الفكرة اللي هو بيقولهالك اعكسيها وريله النعم والايجابيات الايجابيات الاول هي الحاجات الدنية والنعم خيرات الله كلها عليه وبعد كده عمليه بسمة بس بلاش البسمة الصفر بلاش البسمة امتسم كده بالتعشاه النقد فيه الدنيا مش مستهلة النقد اللي انت بتقوله ولا مستهلة التشاؤم اللي انت بتعمل فيه خير فيه خطوات فشلنا في الخطوات مرة ايه المشكلة يعني احنا عايشين في الدنيا يا غيري غير عشان نعمل ونجرب ونعمل ونجرب ونعمل ونجرب ولو دا ما نفعش نعمل التاني الدنيا مش مشي على استنبا واحدة يا جماعة ومش كل زوج يطلب من زوجته ولا يطلب من عياله الحالة المسلى الكمال ولا زوجة تطلب من زوجها انه عايزة الزوج المية في المية اللي ما بيغلطش اللي بيعرف كل حاجة وفاهم كل حاجة غلط ما هو ما فيش دنيا مشة سيجة ما فيش حاجة كده يا دنيا 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 يعني تحت كده تحت الرجول كده عشان دايما نتطلع للاخر طيب حصل كلام مع المتشائم النكة دي ده وعطته حلول وشاف كل الحلول مشاكل وصعبة الانجاز وغير قادر وطب ايه الحال بصوا عملت الخطوات ديت ورت له النعم ورت له الايجابيات بتسمت قسرت الحاجز قبلت الموقف بكذا حاولت أدي له مهارات إدارة الموقف ما فيش ما فيش سفر ما بيبصش ده واحدة تقولك ايه وشاف ناوس ده انت بس تيجي تقولي لي يقولك لا 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 أنا الصح وكل كل غلط أنا وحد يقدر يقول أنا ولا يقتنع بأي بأي رأ اخر حاجة ممكن نعملها معاه نذكر له قصص نجاح ناس عملت اللي انت خايف منه ده ونجحت نشرح له الخطوات ببساطة جدا جدا ان فيه ناس جربت اللي انت خايف منه ده واحد اتنين تلاتة خطوات ونجحت فيه ناس نجحت هاي قدام نجح وينفع انت ما هو بشر ما هو مش عنده مخين طلعينه هو مخ وانت مخ بره ودايما دايما دايما اركز على الجملة اللي بقولها لكم ليه والنفس والعيال ولو قعدت في قعدة للدنيا دلوقتي ايه كل عمال يفتي كل عمال يفتي في اي حاجة لا تفاقلوا بالخير تجدوا ده حل وجملة مهمة جدا جدا لازم نغرزها في عقولنا وفي قلوبنا ايه النيكة دي نفعل معاه تفاقلوا بالخير تجدوه يعني ايه يعني افكارك خليها دايما حلوة خليها دايما ايجابي المخ يا جماعة يغير القناعة والقناعة هتيجي تغير بعدها الايه السلوك والسلوك هيتغير اه في جملة رائعة احفظوها معاي وهي ايه واقعك هو توقعك جميلة اكتبوها اكتبوها كده وعلقوها علقية عندك على الدولاب علقية في القضاء عند الاولاد علقية في مكان اللي بتاكلوا فيه واقعك هو توقعك توقعك ايه خير يا رب والله لا نأمل فيك إلا خير قدر المؤمن كله خير كل افعالك خير وحكمه مطلقة وخيره مطلق حسن الظن انا بحبش اقول تفاقل ماشي وماله بس امل وتفاقل كالكسس الجميلة بس الاشمل والأعم اللي يمس القلب والفعل حسن الظن في الله كمان ممكن من الحلول للتعامل مع المتشائم والمنقات دايما والحالة النقد بين الزجين المتبادلة بطريقة غير طبيعية خلاص مفيش كل الحلول دي عملناها والله يا بص واحد بتقولي بص يا دكتور أهلا كل انت بتقولي أنا نفس مفيش فايدة مفيش فايدة خالص طب جربوا الأمر ده اكسروا حاجز بتاعه ويبقى فيه ترفيه ترفيه ايه ده احنا محبوسين جميل واحد ياخد الصلاة واحد ياخد الرسابش واحد ياخد الأوضة بتاعته اي حاجة كل واحد ياخد له من الأوضة معنا وغيروا المناخ والنشاط خلي فيه جو مختلف تاخد الزجة اجازة انا دلوقتي معايا اجازة منكو ثلاث ساعات معتكفة جوانا احدش يخش عليك وضي مع نفسك كده ويه دي هاتي كوب بيت القهوة بتاعته وكوب بيت النسك اي حاجة صايمينه هاتي البلح بالطمر بتاعك واللبن بتاعك وشوف عيش حياتك في القصة دي والزوج نفس الكلام ياخد اجازة كده فشار السلام كان بيعمل ايه كان بيعتاج فيه شهر الله هي كانت راحة زي بالدنيا كلها راحة راحة قلبية وزهنية طيب كمان فيه طرق تعامل مع الشخصية المتشأمة وهي ان احنا نحاول نخلع الدنيا صغيرة والله قد كده قد كده واحنا هنا مسافرين احنا هنا مش در المقامة ولا ده فوق هي در المقامة احنا هنا غرباء عابر سبيل فتصغير وتدفيه الامور اللي انت مكبرها على زي دي وكأنها نهيت العالم اصلا او انت تبص المشكلة انها ملهاش حل لا ستمضي والله وهتمشي وكل مر سيمر وكذلك اللي نجيك منها ومن كل كرب الله سبحانه وتعالى زي ما نجاك قبل كده زي ما نجاك قبل كده حاجات كتيرة جدا لكن المشكلة فعلا عند المتشائب ان هو فعلا في كل مشكلة وكل سلبيات شايف ان هي دي ملهاش مخرج وبيبع عنده الامر اوفر قوي كبير قوي وعند وهم في دماغه شوف السونة الكونية في الكون ايه ايه اللي بيحصل كل ازمة هتعدي وان شاء الله نشوف الحكمة منها ودايما بذكركم حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ان يعوزوا بك من الهم والحزن والعجز والكسب والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اشتركوا في القناة